لو جينا نحل هنا عن التريانجل مجر انجل اي هنقرها كده ام دي فور مجر يعني قياس زاوية اي مجر انجل اي ايقوال ثرتي دجري مجر انجل اف ايقوال 90 دجري اند مجر انجل جي ايقوال 60 دجري يبقى الانجل ده determine the type of each of the following angles يبقى الانجل ده نوعه ايه عندي انجل 90 دجري يبقى على طول ده اسمه right angled triangle طيب هنا مجر انجل اي 30 دجري مجر انجل جي ايقوال 40 دجري اند مجر انجل كي ايقوال 110 طيب دي اكيوت انجل ودي اكيوت انجل لو دي كمان اكيوت انجل يبقى اسمه اكيوت انجل ده تريانجل لكن دي ابتوس انجل يبقى اسمه obtuse angle triangle major angle s equal 51 major angle c equal 67 degree and major angle u equal 62 51 smaller than 90 67 smaller than 90 62 smaller than 90 بقى 3 acute angles يبقى بسميه باسمه 3 angles بطول يبقى اسمه acute angled triangle هنا major l equal 32 degree major n equal 58 and major m equal 90 degree 90 90 degree the right angle يبقى اسمه right angled triangle طيب ايه اللي اللي لاحظنه في ال 3 questions دول ان انا لو قلت 60 plus 90 plus 30 حيبقى equal 180 110 plus 40 plus 30 حيبقى equal 180 62 plus 67 plus 51 equal 180 90 plus 58 plus 32 equal 180 ليه قلنا كده لان كل التوتل بتاع المجرى بتاع 3 angles of the triangle لازم يبقى equal 90 degree هنا عندي رماركس مهمة عن الترينجل ان الاكولاترال ترينجل الترينجل اللي ليه كل السايدز بتوعه are equal بيكون عندي كل الانجلز بتاعته اكيوت مش شرط ان هي تبقى ايقوال لكن كلها اكيوت كلها smaller than 90 degree any triangle has at least two acute angles لاحظنه هنا واحنا بنتكلم عن الانجلز عن الترينجلز ان كل ترينجل فيه at least على الاقل two acute هنا عندي two acute واحدة obtuse هنا عندي two acute والتالتة acute هنا عندي two acute واحدة 90 degree يبقى شرطة اساسي في الترينجل ان بيكون any triangle has at least two acute triangles three is no triangle having there is no triangle having more than one right angle مافيش اي triangle لي two angles مثلا كل واحدة فيهم ب90 degree طب التالتة هيبقى المجر بتاعها كام اذا كان اصلا لازم يكون الترينجل three angles بتوع equal 180 لما يكون عندي two angles كل واحدة فيهم ب90 degree التالتة هيبقى equal a يبقى مافيش حاجة اسمها عندي triangle يكون عنده more than one right angle بتبقى maximum هي one right angle نفس الحكاية عن الاوبتيوس angle there is no triangle have more than one obtuse angles مافيش ترينجل يكون فيه angle greater than 90 degree ويكون فيه واحدة تانية greater than 90 degree لان قلنا التوتال برضو بتاع الانجلز لازم يكون equal 180 in the right angle triangle the sum of the measure of the two acute angles is 90 degree لان احنا قلنا لازم التوتال يبقى equal 180 لما يكون عندي right angle triangle دي كده 90 degree يبقى لازم الثوء اكيوت انجلز التانيين هما كمان يبقوا equal 90 degree لازم الثوء اكيوت انجلز التوتال